بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آخر قرارات وزارة التربية والتعليم بتاريخ اليوم رسميا هنعرف إيه اللي هيتم مع الطالب اللي هيجيب أقل من 25% في المادة هل هتعيد السنة عشان المادة ديت ولا هتعاوض ترمي التاني ولا هتخش المادة ديت دور تاني هنعرف رسميا كمان هنعرف هل ينفع تخش متحانات أولى وتانية سنة وانت معاك الكتاب المدرسة ومكتوب جواه يعني انت كاتب بخط إيدك كده كاتب شوية حاجات جنب ولحظات وكده هنعرف الإجابة من نائب وزير التربية والتعليم وكمان هنتعرف على عدد الأسئلة لكل الصفوف بالدرجات وفي أخبار مباشرة جدا موزار التربية والتعليم متوجهات خاصة لوضع الامتحانات إن الامتحانات تكون في مستوى الطالب المتوسط الأسئلة هتكون إن شاء الله مباشرة ولكن قبل ما أبدأ خلوني أوريكوا حاجة عشان الناس اللي كانت بتسألني كتير في التعليقات يا مستر هل فعلا وزير التربية والتعليم قال إن الامتحانات هتبقى أسهل مما تتخيله تعالوا مع بعض نشوف الموضوع ببساطة هتفتح موقع اليوم السابع وهتكتف في البحث وزير التعليم ما نقدرش نعمل تقييم للطلاب ده عنوان الموضوع السبت 20 فبراير أهو بتاريخ 20 فبراير 2021 هتنزل عند الفقرة التانية استطرد وزير التربية والتعليم قال لو نظرنا للسنوات النقل هنلاقي الطلبة كانت بتنجح المهم وكل هدفنا تعليم الطلاب والامتحانات هتكون سهلة وأسهل مما تخيلنا بيأكد هن الامتحانات هتبقى سهلة ده من وزير التربية والتعليم على موقع اليوم السابع ودي العنوان عشان الناس اللي كانت بتشكك في كلامي هتطمنتوا كده ولسه كمان هتطمنوا تاني لما تعرفوا إن فيه توجهات لواضيع الامتحانات اللي امتحانات تكون في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة تكون مباشرة كلها أخبار جميلة وتأكدات وتطمينات ليكم جميعا ولكن في البداية ما سوش تدعموني وتعملوا لايك دعم للقناة والجهد المبزول ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرح عشان تتابعوا معنا كل الإجراءات الجديدة أول بأول اهو خلي بالكو أهم حتة تم التوجيه بضرورة متابعة الإدارات وضع الامتحانات وتوفير المناقل المناسب لأعضاء اللي جان الفنية المهم ومراعاة إن الأسئلة الامتحان المجمع تبقى وفق الوزن النسبي وتكون الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وفق المواد الأساسية اللي هي عربي دراسات رياضة علوم وإنجليز يجب أن تكون الأسئلة مباشرة وبتقيس الفهم وفق المواصفة اللي تم تحديدها من قبل الحكومة تعالوا نشوف مع بعض عدد الأسئلة في المواد الدراسية والدرجات عدد الأسئلة بالنسبة لحد الصف السادس 10 أسئلة في اللغة العربية 100 درجة في الرياضة 7 أسئلة 80 درجة في العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة وفي الإنجليزي 5 أسئلة ب40 درجة أما الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة يعني مجموعة أسئلة الامتحان الموحد من أول 4 أبتدائي الحد 6 أبتدائي تبقى 30 سؤال بواقع 300 درجة أما الصف الدراسية أولى إعدادي وتانية إعدادي اللغة العربية 10 أسئلة 80 درجة أما الرياضة 8 أسئلة جبروهندسة ب60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة 60 درجة والعلوم 6 أسئلة 40 درجة والدراسات 5 أسئلة 40 درجة مجموعة طالب 35 سؤال بـ 280 درجة أولى وتانية إعدادية أما امتحان الشهادة الإعدادية 10 أسئلة في اللغة العربية بـ 80 درجة والرياضة 8 أسئلة 60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة بـ 60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ 40 أما الدراسات 5 أسئلة بـ 40 درجة يبقى عدد الأسئلة 35 سؤال تلتة إعدادية بـ 280 ما لهمش أي علاقة درجات نص الأول بالتنسيق السنوية العامة الأهم درجات الترم التاني الترم التاني يبتدي من 10 مارس والحضور هيبقى اختياري عايز أنك تحضر ماشي عايز أنك تاخد الدراسة كلها أونلاين من البيت ما فيش أي مشكلة زمن الامتحانات هتبقى ساعتين خلي بالكوابقى بالوقت المفروض أنك تجيب 50% النص الأول و50 على الدرجات اللي بيحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات بتاعت شهر مارس وشهر مايو إبريل يعني المفروض تجيب 50% ترم أول و50% ترم تاني يشترط لنجاح الطالب أنه يجيب 50% من المجموع الكل طيب على شرط بقى خلي بالكم الحتة دي أن درجة لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25% تقلش عن 25% في المادة أو حتى في الامتحانات المجمعة طيب لو الطالب جاب أقل من 25% في مادة أو أكتر يكون له الحق أنه هو يخش دور تاني في تلك المادة التي لم يحقق بها نسبة 25% يبقى لازم هنا شرط عشان تعدي أو شرط النجاح أنك تقيه بـ 25% في المادة ربع الدرجة أقل من الربع هتدخل المادة دي دور تاني على طول مش الترم التاني المفروض هيرفعها بقى مثلا لغة العربية لو جبت فيها أقل من 25% تزود الترم التاني لا لو جبت فيها أقل من 25% هتدخل دور تاني ما بالنسبة لموضوع دخول الامتحان ومعاك كتاب المدرسة وكاتب ملاحظات جواه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عن إمكانية دخول الطلاب أولى وثانية سنوية الامتحانات بكتاب مكتوب جواه قلق بقى ألف تصريحات خاصة لمصراوي أنه ليس هناك مانع من دخول الطالب لامتحانات بكتب مكتوب عليها رسميا يا جماعة عادي بيش مشكلة تخش بالكتاب ويكون مكتوب جواه خصوصا أنها امتحانات لا تعتمد على الغش سواء بمذكرات أو كتب خارجية مؤكدا أنها امتحانات بتعتمد على الفهم للحفظ ولا التلقين يعني ما تقلقش خالص لو أنت خدت كتاب المدرسة وتكون كاتب جواه كل اللي أنت عايزه أي حاجات مهمة كتبها جواه الكتاب